في يونيو 2018 بدأت عمليات التحالف السعودي الإماراتي لتحرير مدينة الحديدة إلا أنها توقفت فجأة عند اتفاق سوكهولم في ديسمبر من نفس العام وبعد سنتين من الاتفاق الأممي يطل السؤال من جديد لماذا تجمدت عمليات التحرير ولمصلحة من؟ ميليشيا الحوثي هي المستفيد الحقيقي من اتفاقات السلام ووقف الحرب إلا أن الأمر لا يخلو من مؤامرة كبيرة تريد إبقاء مدينة الحديدة تحت سيطرة الحوثي وفق تحذير مجلس اتهامة الوطني الذي دعا رئيسه محمد ورق ما أسماها بالقوى التهامية إلى توحيد الجهود باتجاه تحرير الحديدة والخروج بقرارات حاسمة تحدد مصيرها على الأرض مواكدا على وجود مخطط لتفكيك الألوية التهامية تحذيرات مجلس اتهامة تضافرت مع تصريحات مماثلة لمحافظ الحديدة الحسن طاهر قال فيها سيأتي يوم يدخل فيه المواطنون مدينة الحديدة بالبطايق إذا لم تحرر من ميليشيا الحوثي محذرا اليمنين عبر قناة سهيل من أن انتهاء الحرب من دون حسم حقيقي سيجعل الحديدة بيد حكام من غير أهلها في إشارة إلى إيران منذ خمس سنوات تخضع مدينة الحديدة وبعض من أريافها بما فيها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى لسيطرة ميليشيا الحوثي وتقع بقية مديريات الحديدة تحت سيطرة عسكرية للقوات المشتركة الموالية للإمارات وتشير دلائل كثيرة إلى وجود مخطط إقليمي ودولي يبقي مدينة الحديدة تحت سيطرة الحوثي ومديريات الساحل تحت نطاق نفوذ الإمارات التي أضحت بغطايا سعودي تقف كخط أحمر أمام تحرير الحديدة مدينة وساحل ترجمة نانسي قنقر